هقول لك حاجة محدش يزح ساعات الغيرة في العمل بتخلي الإنسان مش شايف ربنا أصلي وساعات لما يجي يكلم ربنا وهو غيران يحس إنه إيه بيعاتب ربنا أو إنه شايف إنه كان ليه حق وربنا منعه وده اللي بيخلي بعض الناس تحاسب ربنا في ناس ربنا أكرمهم وناس لأ بس هو حقيقي في ناس ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم وناس لأ ولا أنت اللي عودت عينك طول الوقت أنك تشوف براك على فكرة أنا أحب في قولي تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة إن الإنسان ما عملش كده عشان يرد النفسه الحالة السيئة اللي هو عايش بل الإنسان على نفسه بصيرة عشان يمل عينه بنعمة ربنا يعني أنت لما تكون لك بصر في نفسك وفي أنفسكم أفلاته بصرور لما الإنسان يبص في نفسه تتملي عينه بجمال نعم ربنا وأنا بقول بنعم ربنا عشان ما يخترش إن ربنا سبحانه وتعالى وسع نعم عليك فالنعمة دي بتاعت ربنا مش بتاعتك أنت فلما تحس بكده وتتملي بدا خلاص بتحس إن انت راضي وتشوف مدد ربنا سبحانه وتعالى والنعمة اللي جواك طيب لو أعملتش كده وما تطورتش من نفسك عشان استقلت النعمة اللي عندك حسيت اللي عندك قليل وغفلت عن إنك تستثمره وتبني عليه من عندي فلسفة اسمها استثمار النعم النعمة موجودة عشان نستثمرها واستثمار النعم جزء من شكر النعم يعني جزء من قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم فأنت عايز النعمة تزيد لازم تستثمرها فحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حياة مهمة من حقاق الحياة لما منعيش فيها بالحس بالسلامة والصفاء لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى وارضة بما قسم الله لك تكون أغنى الناس إزاي يعني إيه أرضة بما قسم الله دي أخذ ما قسم الله لي وأستثمره فربنا يغنيني من كرمه ويفتح علي من فضله ويزدني حتى أغتني وأكتفي ويكفيني بفضله أليس الله بكافن عبدا فأكتفي بفضله وده مش دعوة على فكرة إن الإنسان ما يكونش عنده طموح ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن إحنا نفرح ونعمل ونستثمر اللي عندنا فنرى ويسع لله سبحانه وتعالى بالغنى فأنا نتيقن من كرم الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره وعشان كده من الأشياء الملفتة للانتباه إن في دراسة علمية كانت في جامعة كاليفورنيا ورصدت إن تسعة وسبعين من النساء تسعة وسبعين في المئة من النساء اللي أجريت عليهم أجري عليهم البحث واربعة وسبعين في المئة من الرجال عبروا عن شعورهم بالغيرة تجاه أشخاص في العمل يا أنا يا ربيض من النسبة كبيرة جدا تسعة وسبعين واربعة وسبعين في الحقيقة الإحساس بالغيرة بيكون بيعكس شعور الشخص بعدم الإمان وحسن بعدم الإمان وعلى بكرة شعوره بعدم الإمان ده مش لازم يكون ليه سبب بس تشوف أسفة الغيرة بتعمل ايه تخليك ينتزع منك الإمان وإحساسك إن نجاح خيرك عيقل من فرصتك في النجاح ليه؟ إيه القانون لما يقول للناس لما حد يقول كده لما فلان ينجح فين القانون إن ده بيقول للفرصتك في النجاح يقولي إن هو لما ينجح كل الفرص تروح له ليه يا سيدي؟ طب لما ينجح طب ما فيه ناس بتقول إيه طب ما نساعد ناس تنيين عشان تنجح فغيرتك دي غير مبررة أو إنه ناس برضو بعض الناس يقولوا مش هيحس بالقبول غير لما يكون مميز في عين اللي حواليه وأنا لازم أكون الأول في كل شيء فيغير منه أنا لازم كنت أكون الأول عشان أملع عين الناس وإلا الناس هتسبني أي دايما ييجي عندي مجموعة من الناس كده ييجي يقولك أنا لازم أبقى عندك متميز وفيه غيرك حد حد تاني يبقى متميز أنا أتوجع ليه تتوجع يا سيدي؟ عشان أنت المهم أنت مش هتحب غير المتميز لا خالص الأمة بتحب كل أولادها وبلاش لازم نعلم أولادنا أن الحب هيكون للمتميزين بس فيبقى الشخص لو حس أنت مش وحطه في مكان متميز يحس أنت مش هتحبه والفكرة دي من أكتر الأفكار اللي بتفسد على الإنسان حياته وبتجلب عليه كتير من الوجع والألم وتخليه يحرق إمكانياته وقدراته وتقلل طاقته على الإبداع والتطور ترجمة نانسي قنقر